ها هي برك باش نعود نرجع لكم ونوري لكم باللي هذك شخص لي جايبينو عن تبون ونبسينو القنار ونبسينو الشاشية ها هو اشكان نفس الشيء امام ديجول جايبينو وحاطين قدامه راكين صورة واحدة اخرى لكن هاي الصورة على الاقل هذي ثاني جايبينو الناس بالشاشية هذي ايام ديجول وها هو هولند وشوف الصورة لمن يريد ان يبحث عليها واحد بجنبه بالشاشية لان هذيك الشاشية كلها باش يقع عليها الاهتمام يعني ويقع عليها التصوير ويقع عليها يعني طبعا هما خبراء فاجمعت تبون التافهين الفاشلين هذو اللي انتا فقط يكوبيوا وش يشوفوا هما ثاني داروها على نفس الطريقة نجيبوا واحد يدير القناة في الحقيقة قدمتم صورة على انكم سلطة احتلال لان لما كانت تديرها فرنسا ايام ديجول وايام جوفيرنور وايام غيرو او حتى لما داروها لما جا هولند في 2012 فهذي فرنسا دايما تريد ان تنظر لنا بانها افضل مننا وانها يجيبوا لها عناصرنا ولبسين الشاشية يتبركوا بالرؤساء الفرنسيين بسا هذي يديرها سلطة احتلال هذي يديرها سلطة احتلال لا يديرها سلطة وطن سلطة وطن تتعامن على شعبها بكل ارياحية بكل ارتياح يمشي المسؤولين في وسطهم يتكلم معاهم الاخيري ماشي ببروتوكولات بهذه الطريقة لان بروتوكولات بهذه الطريقة معنا راكم تحتلوا البلاد والحقيقة ان الجزائر تحت احتلال يا اخي او قالها باباهم قبل سنوات قال ان الجزائر كانت تحت استعمار ثاني راهي ما زالت تحت استعمار ثاني لكنه مو تخلف اشد تخلف من الاستعمار الفرنسي اشد رداءة اشد خيانة فرنسا يحتلون الجزائر من اجل عظمة فرنسا هما يحتلون الجزائر من اجل ماذا؟ من اجل ملء جيوبهم وملء ذاتهم وتهريب المال الى الخارج وخدمة القوى الخارجية باش يبقوا في السلطة مسيطري على هذا البلاد